مرحبا بكم إلى درس جديد ودرس خفيف ولطيف الدرس الآن هو عن المحادثة المحادثة التي يبحث عنها حتى يتحدث مع الآخرين باللغة الإنجليزية فعندنا نموذج بسيط ومكوم من أربع أسئلة هذه المحادثة أكيد أنه ستكون ما بين شخصين اللي هو جون وكم طبعا الأسئلة موجهة من جون إلى كيم وهذه هي أسئلة جون أربع أسئلة وهذه هي الإجابة التي يجيب عليها كيم باللون الأسود أطلب منك في هذه المحادثة تقريبا أول محادثة لكثير من الطلاب أطلب منك أنك تحفظ مثل هذه الأنواع من المحادثات طبعا أنا وضعت كمية قليلة من الأسئلة كما تلاحظون وهي أربع أسئلة فقط وأربع إجابات طيب أنا أطلب منك أن تحفظ هذه الأسئلة لأنه يوم من الأيام إما أنت تسأل الآخرين نفس الأسئلة هذه وإما قد تسأل أي أن يسألك أحد آخر فتعرف تجيب بشكل جيد نحن نمشي بسلسلات المحادثات بشكل قصير حتى تستطيع أن تحفظها يوم بعد يوم وتقسمها حسب المستويات سنجد في المستويات المتقدمة وصلت إلى محادثات طويلة ورائعة لكن كيف نصل إلى المحادثات المتقدمة نبدأ من البداية وبشكل متدرج طيب الأربع الأسئلة هي ما هو اسمك؟ إذا أردت أن تترجمها كلمة كلمة سأترجمها لك what بمعنى ماذا أو بالعامية إيش أو ما هو is يكون يعني ماذا يكون name اسم name كلمة name لوحدها اسم اليور أنا ملكتها لك your name اسمك أنت يعني ممكن تتغير اليور إلى his name اسمه hair name وهذه ضماير تمليك سنأخذها إن شاء الله وتعرف كيف تغير أي سؤال إلى عدة أشكال أو قد تغير ال name يعني مثلا بدل what is your name ممكن تصبح what is your job ما هو عملك what is your email ما هو emailك what is your mobile number رقم موبايلك وعلى هذا الحال يعني تستطيع أن تغير هذه الكلمة كما تريد لذلك أنت المجهود الذي ستبذل لحفظ أربعة أسئلة في الحقيقة هي ليست أربعة أسئلة هي ممكن تكون عشرة وعشرين وثلاثين عندما تغير بعض الكلمات كما شرحت لك طيب عندما سأل جون كيم وقال له what is your name ما هو اسمك وترجمناها كلمة كلمة فلأ الطرف الآخر أجاب my name is Kim my name is Kim طبعا إذا أردنا أن نترجمها كلمة كلمة أصلا الكلمة name كما أخبرتكم تعني اسم ملكتها لنفسي my name is me مثل كلمة your name is me فهنا my name is me وضمائر التمليك هذه كما أخبرتكم سيكون لها درس تستطيع أن تقول اسمي واسمك واسمه واسمها لكن هنا لأنني أجيب عن نفسي فضمير التمليك الخاص به هو my my name ممكن my job عملي my father أبي my mother أمي my pin قلمي وعلى هذا الحال لكن الإجابة هنا my name is اسمي يكون كيم مطلوب منك أنك أنت أيضا لأحد سألك what is your name طبيعي أنك تجاوب my name is وتذكر له اسمك طبعا هنا ملاحظة بسيطة قبل ما أنتقل للسؤال الثاني أنه كثير من الناس لا يستخدمون طريقة what is فيستخدمون الدمج يعني ال what مع ال is تصبح what's ماذا تصبح what's طيب يا أستاذ مراد أنت إيش تنصحني أمشي على هذه الطريقة أو هذه الطريقة حقيقة هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا يعني عندما تشاهد أفلام أمريكية أو تتحدث إذا سافرت لن تسمع what is your name لا سيدمجوها مع بعض what's ويدمجون your name فتصبح what's your name لذلك البعض قد لا يفهم بعض الأسئلة التي توجه له بشكل سريع أو بشكل مدمج what's your name لا يسمع لك كلمة name صح أو لا البعض لا يسمع لك كلمة name يعني لا يعرف أنه دمجت what is إلى what's ننتقل للسؤال الثاني where are you from هذا السؤال يعني من أين أنت where are you from كرر معي what is your name what is your name where are you from where are you from طيب لو ترجمناها كلمة كلمة where يعني أين دائماً where هي معناته أين are نفس is ولكن الـ is يأتي مع هي وشي وإت والـ are تأتي مع اليو والدي والوي حداهم يقول أها أنتغلت أن الـ is مع هي وشي وإت لكنها جات مع you هذه ليست you هذه you تمليك يعني his وهير الدرس الذي أخبرتك عنه فممكن تأتي is ولا are لا يوجد إشكالية طالما أن الـ is يعني بتكلم your name هو مفرد الـ is يأتي مع المفرد والـ are يأتي مع الجمع فyour name اسمك وليست أسماءك your job عملك وليست أعمالك your book ما هو كتابك مثلاً what is your book كتاب واحد فإذا اليور هو تمليك يعني لا يتخربطك إن الـ is تأتي مع اليور هذه ما لها دخل نرجع لسؤالنا where أين are تكون you أنت from يعني من أين أنت يعني تركيبة السؤال يأتي بهذا الشكل من أين أنت أو أنت جاي من فين أنت جاي من فين يعني أنت من أي دولة الإجابة I am from London I am from London I أنا am أكون from من كلمة from ترجمتها من أنا من لندن I am from London طبعاً أنت بالنسبة لك ستذكر اسمك وستذكر الدولة التي أنت جاي منها السؤال الثالث how old are you كم عمرك how old are you كم هو عمرك كم عمرك احفظها بهذا الشكل how old are you عندما نترجمها البعض يقول لا ترجمها لي كلمة كلمة أنا مش عارف كيف ترجمتها أنت كم عمرك how لوحدها تعني كيف ودي على ذلك أن تسمع كثير من الناس بها يقولون لك how are you كيف أنت يعني كيف حالك how are you يعني كيف تكون أنت كيفك أنت فترد I am fine أنا بخير ولكن الhow تتغير حسب ما يأتي بعدها فقد تأتي how مثلا how how old تصبح للعمر how far لو جاءت بعدها how far كم تبعد how much كم سعر يعني تتغير الhow بس مش حابة أدخلك في نقاط لكن الhow لوحدها كيف how old مع بعض كم محددة للعمر هذه تم تخصيصها للسؤال عن العمر فإذن how old are you هفون كم عمرك أنت I am 19 years old أنا أكون عمري يعني أو أنا عمري 19 سنة طيب هل ممكن أن أستكفي إلى 19 نعم البعض يقول I am 19 I am 20 I am 21 I am 25 يعني فقط قد يقول I am 21 years أو 21 years old كلا هما في كل الأحوال هي صحيحة طيب الملاحظ هنا أنه البعض لما يتحدث على عمره باللغة العربية متأثر بالتعبير العربي كيف يعني سعر متأثر بالتعبير العربي يعني يريد أن يقول لك عمري فيقول يعني يبدأ يغلط هنا يعني يقول my old يتوقع أن old يعني معناته عمري وهي خطأ طبعا هذه الطريقة ليش يا أستاذ مراد لا تدخل لي في ليش ومش ليش إنت إسمعني إنت إحفظ اللغة يعني جاية من أهلها من أمريكا من بريطانيا بهذا الشكل إحفظها بهذا الشكل ولا تحاول أن تقارن اللغة العربية بالإنجليزية وتقول لابد أن تكون الإنجليزية مثل العربية لا ليس بالضرورة هذه لغة لها قوانينها وهذه لغة لها قوانينها كل ما تريد أن تسأل عن العمر how old are you إذا أردت أن تقول عمري كذا كذا I am واتكر عمرك انتهى الموضوع لا تدخل نفسك في متاهات آخر سؤال لليوم what is your address what is your address يعني ما هو عنوانك طبعا لو تركز هو يشبه what is your name فقط قمت بتغيير ال name إلى address ما معنى address عنوان يا سيد مراد يعني أنا شايف ddss لم تنطقهم يعني مرتين أي حرفين في اللغة الإنجليزية ينطقوا حرف واحد يعني لا تقول address ما معنى address address عنوانك طب كيف يجاوب عليها يا سيد مراد my address مثل my name ركز ما هو اسمك اسمي يكون كذا هنا ما هو عنوانك my address إز لازم إز يا سيد مراد لازم وانا لاحظ كثير من الطلاب ينسوها يعني قد يقول لك what is your address يقول my address وتذكر الشارع أو عنوانك هذا خطأ لابد من إز my address is nine river street street يعني شارع واسم الشارع تبعهم nine river شارع النهر رغم تسعة ولابد أن تضعوا بحرف كابيتل لماذا؟ لأن هذا اسم شارع يعني بس river يا سيد مراد معناتها نهر حتى لو هي نهر لابد أن تكتبها بشكل كابيتل حتى تحدد أنها اسم شارع أو اسم شركة أو اسم مطعم أو اسم أي مكان فيعرف الناس أنه يعني اسم مميز وليس كلمة عادية نهر ليس نهر هنا اسم شارع النهر وليس نهر نهر نفسه قد لا يوجد نهر بس اسم الشارع هكذا إذن باختصار نعيد الأربع الأسئلة وأريدك أن تكررها معي وأن تحفظها هذه الأسئلة لابد أن تحفظها what is your name وتختصر كما قلنا what's your name كرر معي what's your name what's your name where are you from where مع are ندمجها where are you from وليست where are you from لا تقسم الكلمات حاول أن تدمج كلمتين وكلمتين مع بعض ندرب ندرب مع بعض where مع are إيش أصبحت where are where are where are you from where are you from where are you from كرر معي ها درب عليها where are you from where are you from وليست where are you from لا من الآن من البداية تدرب صح تعلم صح السؤال الثالث هل تستطيع أن تقول كم عمرك ادمج الكلمتين تعود أن لا تنطق على كلمة 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 تمام لا تكون بخيل وخليك كريم how old how old وليست how old are you يا عمي هذا بالقطارة سيد مراد حب حب علينا يا سيد مراد ده تبدلع علينا لا أنا مش ببدلع عليك والله أتمنى لك الخير فبعلي مكهدة هي الصح لما أحد يسمعك وأنت تقول how old are you يعني منظرك مش 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 كويس طب أنا مبتدئ يا سيد مراد ما قلت عشان مبتدئ أنا بحاول أن أوقف معك تدرب أن تقرأ على كلمتين كلمتين ها تدرب how old how old how old تمام كلمتين are you are you are you طيب ادمجها كلها how old are you how old are you صدقني ستصل لمرحلة لو اتبعتني كأنك درست في أمريكا كأن أنت كنت عايش في أمريكا لكن طريقتك السابقة ستظهر أن لغتك أو تدريسك لم يكن بشكل جيد هنا ادمج هذه مع هذه نفس فوق what's what's خلاص اختصرت لك يا أنا what is what's what's your مع address your address your address your address what's your address what's your address what's your address what's your address تمام تدرب عليها وأتمنى إن شاء الله أنا هترك لك المساحة فاضية تعلم وإوقف الفيديو إذا كما تحب واسمع وكرر وأريدك آخر طلب أرجوك من أجلك ليس من أجل يعني احفظ هذه الأسئلة اتقنها وبدون ما تشاهد التلفزيون خلاص تدرب عليها what's your name what's your address how old are you where are you from احفظتها شوف أي شخص وطبق هذا مع المحادثة ستجد أنه في تطور حلو جدا في لغتك أي شخص أجنبي تعرف أنه لا يتحدث اللغة العربية فممكن في كافة في أي مكان ممكن تبدأت يسأله what's your name يرد عليك أي أن كان my name is كذا كذا what's your address ما هو عنوانك يقول لك عنوان وفيك المكان how old are you كم عمرك يخبرك عن عمره ممكن تسأله where are you from من أين أنت where are you from تكون أنت حافظ هذه الأسئلة ومتدرب عليها بشكل جيد وبنطق جيد ستجد نفسك أنه ستجد أكثر من أجنبي ممكن تطبق هذه الأسئلة في الواتساب ممكن في التواصل الاجتماعي ترسل أي شخص وأستاذ مراد أعطينا أسئلة أكثر هأعطيك أسئلة أكثر هذه محادثة فقط رقم يعني واحد إن شاء الله وبعد كده هتكون فيه فيديوهات أو محادثات أجمل وأجمل شكرا جزيلا لكم احفظوها أنا معتمد على الله ثم عليكم إلى فيديو قادم لا تنسوا الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد